أنا أمي الشهيد نبيل محمد زدان استشهد نبيل في تاريخ 22-1-2024 وكان صائم وقام بقصف بثلاث ثواريخ أول صاروخ F-16 وثاني صاروخ زنان ولم يصيب إلا غير تجوها اليومنا والصاروخ الثالث هنا في الوريد يما جاي أبحث عن جثث ابني يعني إله ثلاث شهور كل يوم يعني لا حتى لا غمضت لي عين ولا شكتت إلي دمعة وأنا ببحث على ابني ما خليت لا صليب ولا دفاع مدني ولا وزارة صحة يعني حتى الشهيد اللي ألاقيه في الشارع أفتع عليه وأشوفه ابني ولا لأ والحمد لرب العالمين والحمد لرب العالمين الله ينتج منهم الدول العربية اللي متأمر علينا الدول العربية كلها متأمر علينا إحنا إيش سوينا يعني لما نتنياهو إيران ضربت سيران مطيرة على إسرائيل الدول العربية زعزعت طب إحنا يعني أنتم زعزين على أمن إسرائيل زعزع عليهم حسوا فينا أنا شاهد أم حسّه فيّها حسّه مخاجرا بقلب أم حروقة على ابنها يعني ايجي اقول لك يعني واحد متعلم وثقف يعني الحمد لله رب العالمين يبدرس في جامعة فلسطين قانون يبدرس واخذ ثانية إلو يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله حنأحح بإذنها رب العالمين بإذنها رب العالمين وإذن الله المولا عز وجل أنه أولادنا كلهم يعني جد ما تكتل ينئتنياا أولادنا حאيتلون في قد اللي كتلتم من الألفات الألفات بإذن رب العالمين واه الله يحرقوا قلوبهم زي ما حلقوا قلبي على ابني عبدالله أبو مصطفى والد الشهيدة كوتر أبو مصطفى وبن عمي ومرته وبنته أربع شهداء دفناهم طريق 22 واحد ليلة اشتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة خان يونس ومعسكر خان يونس لما اشتاح المدينة خطعت طريق على المقبرة الخاصة بمدينة خان يونس أصبح الطريق الواصل لمقبرة خان يونس صعب الدخول إله والمقبرة بتطع جنوب مستشفى ناصر أجينا وتفلنا شهداءنا في مستشفى ناصر لأنه كانت هي المكان الوحيد الممكن ندفن فيه في تاني يوم العيد الناس أبلغت بعضها إنه بدنا نتوجه نطلع شهداءنا وندفنهم في مقابر طليق بيهم حتى عمهات الشهداء بناتهم خواتهم يزروهم يقرأوا الفاتحة على قبورهم يشهروا قبورهم كما جرت العادة عن جميع المسلمين في كل الألطانة العربية كل إنسان يكون له قبر لوحده تفاجعنا أن الجيش الإسرائيلي مخرج الشهداء كلهم كل الشهداء مخرجهم من قبرة تفناهم فيه من قرب من الشهيد ومغير الأتواب اللي كانت عليهم اللي تفناهم فيهم لغاية حلقينا أنه فيه أتواب موجودة على الشهداء عليها نجمة إسرائيل نجمة إسرائيل ولقنا لدرجة استفزاز للشعب الفلسطيني في غزة عليها إسمايلات الجيش الإسرائيلي برسلوا إسمايلات على جتة شهدائنا لقنا ثلاث أو أربع مقابر جماعية كل مقبرة فيهم من قرب من ثلاث مئة إلى أربع مئة شهيد بمجهودات شخصية الشباب إلى الآن عشر أيام بتخرج الشهداء أهالي الشهداء الموجودين بتعرفوا على أبنائهم عن طريق ملابسهم عن طريق ملابسهم فقط لا غير كل واحد عرف ابنه أو بنته أو زوجته في إيش دفنها بيش بتعرف عليها تبعين في المية من الجتة لأنه الأسماء اللي عليها شالها الجيش الإسرائيلي لأن الأكفان طبعتهم اتغيرت سبعين في المية من الجتة مجهولة الهوية ما حدش قادر يعرفها لقينا جتة رجليها تحت وراسها فوق لقينا جتة روسها تحت ورجليها فوق لقينا بالأربع خمس شهداء فوق بعض هذا فعل الجيش الإسرائيلي حسبي الله ونعم الوكيل رائد رائد صقر قائد المهام في مستشفى ناصر مهمة انتشال الشهداء من القبر الجماعي الذي يصنعوا الأحكالات في صاحة المستشفى طبعا واردتنا بلاغات من قبل المواطنين والأهالي بوجود شهداء مدفونين قاموا الأهالي والمواطنين وطواقم الطبية في مستشفى ناصر بدفنهم ومواراتهم الطرفة في باحات مستشفى ناصر أتى الأهالي والمواطنين لاستخدار شهداءهم لم يجدوهم أبلغونا بأنهم لم يجدوا شهداءهم ولم يتم التعرف على أماكن دفن توجهنا إلى المكان نتينا المكان بطواقمنا وقمنا بالمعدات البسيطة المتاحة لدينا بالتحري ومعرفة وجود الشهداء وأين انتقل الشهداء بشكل عام في المكان وجدنا أن الاحتلال قام بعمل قبر جماعي حسب البلاغات الواردة إلينا أن القبر به مئات الشهداء يعني وردتنا إشارة بأربعمائة شهيد وردتنا إشارة بثلاثمائة شهيد قمنا على مدار أيام اليوم الثالث تقريبا استخرجنا في الثلاث أيام ما يقارب مئة وخمسين شهيد هناك مجهولين كثر وهناك ناس معرفين من خلال الكتاب على أكياس الموتى تم كتابة أسماهم على أكياس الموتى من يتم تعرف من قبل المواطنين على شهيده يتم أخذه من طرفه ودفنه موارات الثراء الشهداء المجهولين قمنا بدفنهم بمعرفتنا بعد توثيق الأدلة الجنائية لكل ما يلزم لتعرف الأهالي عليهم ومواراتهم الثراء بأيدينا في المقبرة التركية طبعا اليوم أتينا بطواقمنا لاستكمال عمليات البحث وانتشال الشهداء مننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر